بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء أكتر حاجة ممكن نعمل أحتياطي للبلد دي وإحنا دايماً بنتكلم على أحتياطي والأحتياطي ده هو اللي هيفضل بالمناسبة كل الأحتياطي ممكن ما يبقاش عندنا كل الخوف منه إلا أحتياطي واحد البناء دمين وعشان كده لما بنيجي نتكلم في حلقات يوم الاتنين على يلا نبني فإحنا نتكلم على الاحتياطي الأبقى لهذا الوطن مش لهذا الوطن للإنسانية كلها النهاردة وإحنا بنتكلم على بيوتنا ونتكلم على أولادنا بنتكلم عن حاجة مهمة جداً 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 بنفتح مع بعض ملف مهم جداً وهو ملف حساس أنا كان عندي صديق لي والكلام ده بيحصل كتير سألني على إنه هو في الحقيقة مرتبط جداً جداً واتصل بي وكأنه عيعاية ليه سيدي؟ لأنه اكتشف إن أولاده ويعف الملف اللي إحنا هنتكلم عنه النهاردة ملف النهاردة ملف مهم ومربك لكتير من الأهل وصلت لينا أسئلة كتيرة جداً جداً على رسائلنا على صفحتنا على الفيسبوك كل الخلاصة بتقول إيه؟ وكأنهم بيسألوا سؤال واحد أعمل إيه؟ إذا عرفت إن حد من أولادي بيمرسوا العدد السرية أيها زي ما أنتم سمعتوا كده المسألة في الحقيقة تبدو إنه هو ملف بيبقى مسكوت عنه ونتكلم فيه في الدرة بس في الحقيقة في ظل التغير والتغيرات المجتمعية والتغيرات النفسية والتغيرات كمان التي تتعلق بالشخصية ما ما ينفعش إن احنا يسكت عنه فيه توعملات أسرية مختلفة مع الملف ده منع الفزع والانفعال الشديد اللي ممكن يوصلنا النتائج مش عايزينه ده الفزع الشديد ده ممكن هو الفزع اللي كان حضرة النبي تعامل معاه لما جال الرجل بيسأله إنه هو يرخص له في الزنة فرسول الله سأسلم معلمناش إن احنا نتفزع ولا نترعب فرسول الله تكلم بهدوء في منقشة هذه المسألة ومع إن المسألة اللي كان مكيد طالبها الشاب ده أشد ضراوة وأشد خطرا على المجتمع من اللي احنا بنتكلم عنه بس اللي احنا بنتكلم عنه ده جمان خطر وعني أعرف ليه فأول طريقة بنعملها الفزع والانزعاج والانفعال الشديد فيه الأكستريم بقى الطرف التاني التجاهل التام على أمل إن الموضوع ده يكون إيه يكون حاجة كده جربها وعتعدي وعتتعالج لوحدها وفي الآخر ما بتتعالجش لكن التصرف الصحيح هو التروي والفهم التروي والفهم بيخلينا نتعامل بحكمة خاصة في موضوع شديد الحساسية زي الأمر اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة فيه أمهات أول ما تكتشف الموضوع ده عند حد من أولادها خاصة لو كانوا في مرحلة المراهقة بتحس شوف بقى احنا أكتر رقب ممكن تحصل عليه المرأة المصيرية أو المرأة في بيئتنا إن أنا شاء عمر ضاع تربيتي راح وإيه اللي حاصل تربيتها راح تهدر وخلاص أنا ابني ضاع وبتحس بينها وبين نفسها إن هي فشلت في تربيت أولادها الحقيقة لا ما أنزل الله داءً إلا وأنزل له دواء لا حضرت النبي بشرنا بده كل حاجة وليها حل ولما نفهم ده بهدوء وناخد بالأسباب ونطمئن ونتيقن إن المربي لأولادنا مين مش إحنا إحنا بس وسيلة للتربية لكن المربي لأولادنا على الحقيقة هو المولى سبحانه وتعالى ولذلك عشان يطمننا على تربية أولادنا إذا إحنا أخذنا بالأسباب هو الرب سبحانه وتعالى وقل ربي زدني علم يبقى الله هو المربي هو الذي يربي أولادنا وعشان كده نقدر نتعامل برشد مع مثل هذه الملفات الحساسة ليه؟ لأن إحنا عندنا مدعومين وممدودين من ربنا سبحانه وتعالى إيه اللي يجعل أولادنا هردى لممارسة العادة السرية خاصة في سن صغير؟ المسألة بقت تنزل تحت إحنا عندنا كل الأشكال الخطر على المجتمع بقت تنزل تحت تنزل في سن صغير أنا مش عايز أقول لكم السن اللي إحنا رصدين فيها ده بس المسألة بقت خطر إن يكون الأولاد مثلا تفتح أنهم على الملف ده من بدري شافوا مثلا حاجة فيها عري أو فيها أي حاجة أو تعرضوا لأبيوز تعرضوا لتحرش من هم وصغيرين وفي بعض الأطفال بالصدفة يتكعبلوا في حاجة زي كده وهو مش فاهم إيه اللي حصل فيكتشف بالصدفة إن الموضوع ده بيعمله إثارة ويشعره بلزة فبدأ يكررها إلى أن يصل لمرحلة المراقة فبدأ يدرك الموضوع بشكل أقرب للحقيقة فيبتدي يتمادى في الموضوع الموضوع ده بيبقى مشكلة لما تتحول الحكاية دي إلى إدمان نعم ده من قبيل الإدمانات ويفضل ممارس لها شرح لمزيد من اللزة زي اللي بيأخذ جرعات من المخدر وتبقى المشكلة إنه كل ما بيحصل له ده يتحرك إلى جرعة أكتر ويبتدي يتفرج على مواد الإباحية وتتحول هي كمان إلى إدمان فيبقى إدمان في إدمان فتتشوه الخريطة الجنسية عند أخونا ده ولذلك الأخطر من ده إنه يحصل إدمان للعيش بالتخيلات اللي بتخلي الإنسان مع الوقت يرتفع سقف توقعاته ويكون دايما في حالة عدم رضع عن الواقع لذلك في كتير من الممارسين للعادة السرية بيفضلوا ممارسين لها حتى بعد الجواز فأحد أهم أسباب ضعف التوافق الجنسي ما بين الزوجين هو إدمان العادة السرية فيه كتاب مهم جداً لازم نشوفه في السياق ده وهو كتاب صدر مؤخراً كتاب اسمه أمة الدوبامين الكتاب بيتعرض لخطر كبير جداً جداً وهو أن بشدة حرصنا على الدوبامين الدوبامين ده مادة بيفرزها مخ بيتخاء عند شعور الإنسان بشيء يتعلق بالسعادة الناس لما بيدمنوا الدوبامين ده بيحصل لهم حالة من إدمان العادات السيئة وعشان كده إدمان الدوبامين ده أو إدمان التعلق بالدمامين ده بيحول الإنسان إلى مدمن وإن اللي حاصل؟ ويتحول إلى مدمن لللزة وما ما حصل من لزة ما يكتفيش صاحبة الكتاب ده كانت طبيبة نفسية وهنا بنقف شوية تين ثلاثة هل ممكن الإنسان يتحول إلى عبد لهذه اللزة تؤمره وتنهى وتتحكم فيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيين لنا أن الإنسان إذا تحول إلى أن حاجة تؤمره وتنهى فده نوع من أنواع العبودية زي ما رسول الله ذكر شكل من أشكال العبودية لما قال صلى الله عليه وسلم هلك عبده الدينار هلك عبده الدرهم هلك عبده الخميصة فيبع عندنا حاجة اسمها عبودية اللزة ودي بتتربى في الإنسان وبيكون ساعتها إنسان فرداني أناني إنسان شهواني الوضع خطر صح لأن أوقات كتيرة بتبقى العدس سرية بالنسبة للي بيمارسها نخلي بقى لنا بقى هنا عن نبتدي الكلام المهم قوي كل الكلام اللي فات مهم بس الكلام اللي جاي ده مهم قوي إحنا عدين نحلل المسألة عشان نعرف إحنا نقدر نساعد أولادنا إزاي ساعات بتبقى العدس سرية منفذ من منافذ الهروب من التوتر البيت مليان نكد ما بين الأب والأم فالولد عايز حاسس إن ما فيه سعادة فأنا ممكن أروح أشتري سعادة من الدكان مش عاي يعرف فهو إيه اللي حاصل سمع إن الأولاد بيقولوا في المدرسة أو سمع ما عرفش إيه فبيجرب إنه هو يهرب من مشاكل البيت أيوة لازم تعرفوا ده لازم يعرفوا ده وناس كتير من اللي سمعيني من الكبار عارفين الكلام اللي أنا بيقوله ده وإنتوا نفسكم كأباء وأمهات عارفين الكلام ده يبتدوا يهربوا يهربوا من ده إلى هذا السرية وسعاد بتبقى وسيلة للتنفيذ على النغوط حاسس إنه هو مضغوط 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 فيعمل إيه فيستخدم ده وكثير من المتخصصين دايما بينصحونا إننا نركز في إسلوب تعاوننا مع أولادنا لنتعامل بطريقة فيها شكل من أشكال القسوة والتسلط المبالغ فيه أو امتلاق البيئة الأسرية بالتفكك أو العنف أو الخلافات طول الوقت ممكن تدفع أولادنا لإدمان العادة السرية عشان يهربوا من الواقع ده أو عشان ينفسوا عن نفسهم في حاجة بتشعرهم بلزة لحظية فيحسوا بالانتشاء وبعد كده يحسوا بإنهم غابوا ويعيشوا في خيالاتهم فيخرجوا من الواقع اللي هم شايفين واقع مش مناسب لحياتهم فيعيشوا في خيالاتهم ويحسوا كمان في نهاية معاشوا في خيالاتهم أن فيه مكافأة ليهم لما يوصلوا أن يتفرز الدوبامين عندهم ودي من أكبر مشكلات الحياتية اللي بيتسببها إدمان العادة السرية اللي هي إدمان الهروب اللي بتوصل في الآخر الإنسان إلى حالة كلنا شايفينها بيعنينا اسمها حالة الهشاشة النفسية أن الإنسان ما يبقاش عنده سمود ما عندهش ريزيليانس ما عندهش سمود يعني إيه؟ يتكسر من أهل لحاجة يقع من أهل لحاجة يتوه من أي مشكلة بعض اللي بيمرسل على السرية بيمرسوها من أجل كمان التعويض زي ما بعض الدراسات وضحت أن التعويض عن الفراغ العاطفي سواء الفراغ العاطفي للأب أو الأم أو الفراغ العاطفي للإخوات والحاجة أنه هو يبقى مش بيتعرض للرفض لما يكون هو الطفل المرفوض اللي جي غلط ففي أوقات كتيرة وجدوا أن الطفل اللي بيحس أنه هو الطفل غير المرغوب اللي هو جي غلط أو الطفل اللي هو مش مميز الطفل دايماً المهمش بيجدوا عشان هو عنده حاجة للقبول بيكون أكتر تعرض لمسألة العادة السرية فمهم أن يكون مركزين مع أولادنا ونشبعهم من الاحتواء والمحبة والقبول وهم صغيرين دي تسمعوني كتير بتكلم عن مصطلح الاحتواء البديل أنا كمان عندي مصطلح تاني اسمه احتواء الزات أن الشخص ما يروحش يبحث عن احتواء خارج الأسر لكن هو يتحول إلى محتوي لذاته يعني إيه محتوي لذاته هو بدل هو مش قادر مش لاقي حد يحتويه هو يحتوي ذاته فشكل من أشكال الاحتواء ولي ذاته اللي هو الاحتواء السيء أنه هو يحتوي ذاته عن طريق إسعدها بالعادة السرية وهو ساعتها بيقول أنا ما بأزيش حد ده أنا بحاول أعوض اللي ما لقتوش مع أهلي ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه عشان ما يبقاش ده ويقدم لنا نموذج رائع فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إيه اللي حاصل يدخل عليه الأعراب وهو مجلس سيد الحسن وحسين على أفخذي وبيقبلهم وبيحتضنهم فالرجل يقول له بكل قسوة الأعراب أشد كفر يعني شيء من القسوة يقول له أتقبل أولادك يا رسول الله أني عندي عشرة من الأولاد ما قبلت واحدا منهم قط رسول الله من المرات الأليلة أن نشوفه بيواجه الشخص بكلام عن ذاته فقال له ماذا أفعل إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك ليه يا رسول الله قلت للرجل ده هذا الكلام بهذه المواجهة لأن أولاده في خطر زي ما قال للصحابي إن لأهلك عليك حق لأن زوجته في خطر فأولاد العشرة من الأولاد دوله في خطر وعشان كده من أهم المخاطر الوصول لإدمان العادة السرية أنه بيهدد منظومة الإنسان القيامية بتهدد أخلاقه وبتخلي صورته عن نفسه صورة بتنهار وبتتكسر ويتحول إلى إنسان دائم إحساس بالخزي والعار والكآبة طول الوقت وبينعازل عن الناس بينعازل عن الناس ليه؟ لأنه حاسس في أوقات كتيرة اللي بيمرسوا العادة السرية بيحصل لهم شعور إن هم أشخاص ملوثين ملوث وحتى هو لما إحنا عرفين هذا السرية لما بنعرفه الحكم إن هو بيروح يختسل بيحس إن الاختسال ما عملش فيه حاجة وكتير من اللي بيمرسوا العادة السرية في مستقبل حياتهم مرشحين أن يصابوا بالوسوس القهري لأنه بيحس إنه هو مش نظيف ولا طهر إزاي بقى نتعامل مع ملف الصعب ده وإزاي نتعامل مع أولادنا أول شيء التربية نربي أولادنا على مفهوم إنه هم مكرمين نربيهم على أصل التكريم وهو ده أصل مركزي في تحسين أولادنا إنه أنت مكرم طبع يعمل لي إيه إنه هو مكرم لما يسمع إنه مركز حياة الإنسان إنه إنسان إنه مخلوق كريم منين؟ من قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبح وإيه اللي حاصل؟ فلما يحس إنه هو مكرم ويحس إن ربنا ورزقناه من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيله لما يحس إنه هو مكرم يعز عليه إنه هو يبتزن نفسه ويحول نفسه إلى آلة فالله سبحانه وتعالى أمرنا بستر العورات وحفظ الفروج لإن الإنسان مكرم وإنت كمان ما ينفعش تبقى آلة ما تنفعش تبقى سلعة ما ينفعش تحتقر نفسك ولذلك ربنا حفظ الذين هم لفروجهم إيه؟ الذين هم لفروجهم حافظون يبقى لازم نعرف يبقى أول حاجة إنه ويفهم إنه هو مكرم تاني حاجة بقى وإن ساعتهم دايما إنهم يعيشوا في ده إن إحنا نحترمهم ونقدرهم وحدش فينا يهين أولاده لإن أنت لو هنت الولد هو حسس بالإهانة فيروح يمارس شيء من اللزة على خلفية إنه هو مهان فوقفوا الإهانة لأولادكم عشان يمتنوا عنده وحسسوا إنه ليه إيمة الحاجة التانية الأسلوب اللي بيستخدمه ربي في تعرف أولاده على الله مهم جدا جدا اللي بيستخدم أسلوب التخويف للأولاد ويحسسهم إن ربنا سبحانه وتعالى هو الإله المتربص وإنه لو عمل أي مخالف هيرميه في جهنم بيخليه يستبيع فلما يستبيع يضيع منه الحياة من الله فبيخلي أولادنا ما يرجعوش لربنا سبحانه وتعالى من أقرب طريق عيرجعوا لللي متربص بيهم واللي منتظر لهم على الغلطة لكن إحنا بنربي أولادنا على إن المدخل الحقيقي بينه وبين ربنا هو المحبة الإيمان محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه هو المحبة كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وحببكم الله فلما يحب ربنا وحدة وحدة كده مع الحب يستحي من الله فيبقى يدخل في دائرة الحياة ويركز على مسألة الحياة تالت حاجة إن احنا نربيهم على إن أي شهوة ملهاش سلطان علي مفيش حد زليل لشهوته بدليل إنه قادر يهزبها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاه فأنت أقوى من شهوتك أنت راجل وتستطيع إن أنت تتحكم في ده وده شيء مهم جدا الأمر الرابع إن الرب أولادنا على الفرح بنعمة الله فنخلي أولادنا مليانين للفرح بنعمة الله ما عندهمش فراغ نفسي يكمل ولا يسد الفراغ دو بالعادة السرية لكن هو حاسس إنه مليان بالنعم فحاسس إنه ما عندهش حاجة يملأها ولا يعوضها يبقوا قادرين يشوفوا نعمة ربنا وقدرين يستسمروها في حياتهم فيدوقوا ويعيشوا المعنى الحقيقي بالسعادة وتبقى السعادة معنى مش السعادة لزة أكتر حاجة لازم نكرسها فأولادنا إن السعادة معنى واسع يملأ الحياة مش لزة وقتية بممكن يوصل إليها رقم خمسة كل ما كان في تقارب أسري كل ما ده بيحصنهم وبيساعدهم في التخلص من إدمان العدسة عايز أولادك يتخلصوا من إدمان العدسة روحوا صالح مراتك روحوا عودوا مع بعض كل أسبوع روحوا خروجوا مع بعض الولد بيحس إن هو سعيد عنده الدمامين موجود بشكل طبيعي بيفرز لأنه شايف أبوه أمه في حالة سعادة شايف الأسرة في حالة سعادة الدمامين اللي هو كان محتاج له هناك بيعمل عشانه موجود وموجود بإيه من غير ما يبتزل نفسه فيبقى مش محتاج لهذه العملية رقم ستة ساعدوا أولادكم إن هما يكونوا يومهم فعال يكون يومهم لي قيمة بإن البرنامج اليومي عندهم يكون مليام بالأنشطة زي الرياضة بس ما تروحش يتخلي أولادك وبيعمل رياضة عشان تهلكه بلاش تهلكوا الأولاد لكن علموهم إن هو يعملوا عمل تطوعي علموهم إن هما يساعدوا الناس علموهم إن هما يعرفوا قريبهم كل ده بيحسسوا بإنه إنسان حياته مليانة مش حياته فارغة الفراغ أكتر شيء يفتح الباب ويهدد الإنسان لإدمان العادة السريع فلما يبقى يومهم مليان بالأنشطة ويوم مليان بحاجات كثيرة جميلة يبقى عنده مصادر للسعادة مختلفة يوقف مصدر السعادة الكاذب ده رقم سبعة لما نواحظ إن حد من أولادنا بدأ ينعزل إيه اللي حاصل ومون طوي نحاول دايما إن إحنا نحن يأكلوا بيئة اجتماعية يتواصل فيها مع الناس وندمجوا رقم تمانية لو شعرتوا إن ممارسة العادة السريع تحولت إلى إدمان عند أولادكم مهم جدا إن إحنا نلجأ لمتخصصين يساعدوا أولادنا في التعافي رقم تسع وده مهمة أوي أوي لازم نمتني الأولاد ونحترمهم ونقدرهم وقد يكون عن طريق إشغال الفراغات بحاجات إيجابية تستغل أكتر بقى حاجة هنا بقى إنك تستغل نقاط القوة عند أولادك وتعيشهم في استثمار هذه النقاط للقوة ساعتها يخرجوا من كل ده إحنا محتاجين نراجع نفسنا وأولادنا عشان نشعرهم إن الحاجات اللي ممكن نشتغل بيها على تنمية المهارات عندهم ممكن تكون هي أعظم شيء للسعادة ربوا أولادكم على إنهم مليانين بالنور مليانين بالحاجات عودوهم على النجاح عودوهم على التأدير عودوهم على إنهم ناس مش إلا عودوهم على إنهم نعمة عودوا أولادكم على إنهم مش إلا عودوا أولادكم على إنهم نعمة وخليهم يستثمروا النعمة عتشوفوا أولادكم مليانين الدنيا نور وبركة وأخلاق وقيم وعتعيشوا آمنين ومطمئنين وعيشوا أولادكم كمان في أمان الله يا رب احفظنا وجعلنا دايماً من أهل الرشد ومن أهل التوفيق عشان نبقى راسخين لما نواجه المشكلات ونكون دايماً حاسين إن احنا في مددك وفي نعمتك يا رب وما نخافش لإن نخوف كله إن أنت ما ترضاش عننا وإحنا نسعى إلى الرضاك بكل ما نملك ونأخذ الأسباب وعلى يقين بأن مددك لا ينقطع عنا يا كريم يا ودود يا رب العالمين يا سادة ده ملف مفتوح وعنكمل الكلام وكمان عنستقبل أسئلتكم ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحت بينامج ولا تُعسروا اللي بنتلقى عليها اسئلتكم مباركة وتفضل الجسر مفتوح بنا وبينكم عشان نظل في مجالس العلم وإحنا أمننا إن إحنا نذكر في الملأ اللي ععنا عند مولانا سبحانه وتعالى آه إحنا ما عندناش شيء نخاف منه إن إحنا نتكلم عن أوجعنا لأن في الحقيقة الكلام عن أوجعنا وحلها هو ده السبيل الوحيد إلى إن المجتمعات تتعافى إحنا لازم كل واحد لما يجي تكلم وإحنا في مراحل تجاوزناها مراحل الكلام عن بعض الأشياء لازم نتكلم عن الوجع زي ما هو ونقدم له حل واقعي حل بنقرأ فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقرأ الكتاب والسنة ونخرج منه أدوات حقيقية حياتية يمكن أن نتعمل فيها عارف ممكن أقولك حاجة أقولك حاجة مهم أقول في بعض الأحياننا ربنا بيجري علينا اختبار في أولادنا عشان نتربحنا كمان فهمين أنا بقول إيه على فكرة ممكن يكون إدمان أولادنا في العادة السرية ده عشان إحنا في سرنا محتاجين نتغير إن الله لا يغيره ما بقوم حتى يغيره ما بأنفسي عشان كده لازم نكون فاهمين الإصلاة من أولها لأخير معنا الأستاذة منّة أستاذة منّة أستاذة منّة سمعني؟ أه سمع حضرتك دلوقتي تفضل زي حضرتك عامل إيه؟ فضل ونعمة دايماً يا رب شيخنا عايز أسأل حضرتك على حاجة تفضلي هي دعوة الأمة على عيالها بغضب ديز مستجابة؟ أجاوب حضرتك بس هي الأولاد الأولاد بيأزوا أمهم فهي بتدي عليهم كده ولا؟ لأ بص هي مش بنأذيها بس هي من أقل حاجة يعني حتى لو اتنقلنا على أي حاجة صغيرة تدعي ودعوي بشعة طيب أجاوب حضرتك يا أستاذة منّة أول حاجة أستحلفكم بالله ابعدوا عن دعوة الأمة دعوة الأمة دعوة مستجابة ما تخفيش لسه أفهمك ده معناها إيه؟ إنّ ربنا جعل دعوة الأمة دعوة مستجابة عشان يساعد الأولاد على بر الوالدين أنا في أوقات كتيرة عندي مشكلة دلوقتي في الأولاد دلوقتي إنّ هم سيئين على الأباء والأمهات مكنة الحكم عليهم قاعدين يحكموا على الأب والأم ونسئين للأب والأم ده كان سبب كانوا سبب في وجودهم فلذلك حاولوا تحسن الأمك عشان تتغير وتبطل تدعي عليكم ما حد نستأل هي بتدعي ليه؟ بتدعي عشان في أوقات كتيرة حاسة إنّ هي عجزة مش عارفة تصل لحاجة فأنتي بتسأليني دعوة الأمة مستجابة؟ آه طب إذا كانت بتدعي بلا سبب ربنا كريم وحكيم يا بنتي بسي إحنا لازم نبالغ في الاهتمام والاحترام للأباء والأمهات مش هتعرفوا قيمة الكلام اللي بقول لكم ده هتغير لما تبقوا أمهات وأباء وعشان كده نصحت لحضراتكم بلغوا في الاهتمام بولدتك لأن كل ما هتبلغي هتلاقي ليسانة هتعقد ليسانة هتعقد من إيه؟ من كلامكم الحلو وفعلكم الحلو إن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله إلا هتعملوا ده هيغير والدتكم ادفع باللتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليل وحميد فإذا كانتش عدوتي دي كانت أمي هتتغير بس أنتوا كمان محتاجين أن أنتوا تتغيروا وتهتموا فيها ومتتعملوش معاه على أن هي خلاص إما اختل عقلها أو تتعملوا معاه وده مش من الأدب على فكرة أو تتعاملوا معاه لأن هي ستة أسية وترمت وبطها لا ده صح ولا ده صح وده عقوق وده عقوق يبقى عليكم أن انتوا تحسنوا إلى أمهاتكم وتبلغوا وده الحل اللي أنا بشير على حضراتكم بيه أم جمال من كفر الشيخ إيه يا حبيني إزيك يا بكتور عامر تفضلي إزي حضرتك ربنا يخليك ويفارك فيك يا رب نعم أو فضل الحمد لله تفضلي عايزك تبعي الجمال ربنا يسهل ويتجوز ويفتحها عليه ويتوظف له هو منتحن في العجوزة في الأوجاق طيب يبقى ربنا يوسع عليه ويدين لسواء السبيل ويجمعه الخيرة من أطرافي ويفتح عليه وإن شاء الله ييسر له عملا برزق واسع هو ومثله من الشباب ربنا يخليك ويبارك فيك يا رب أنا عايز أراكمك يا دكتور عامر خلاص خدي من الكنترول ويديه لحضرتك إن شاء الله تشرفنا يا حج أم جمال نعم أستاذ علي يتفضل السلام عليكم يا مولانا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل مولانا كان لي سؤال بس عايزة تفعل حضرتك فيه تفضل بروح مع أخويا ببتعبان كده بروح معالي الدكتور هو عيان بمرض مزمن يعني من ناحية تانية مفروض إن أنا هتجوز في محافظة تانية أشقهم يعني لو حال إن أنا دو أنا ستة أخويا ورحت عشان خطر إن أنا أتجوز في محافظة تانية مع العلم إن هو أنا اللي بقضي له مشاويره هل إن أنا كده مؤثر السؤال السؤال يا سيد السؤال يا سيد علي أنت في حد من أسرتك موجود ولا لا خير بس ببهم في الشغل كويس يعني في حد تاني موجود تمام يعني ممكن يتناوب عليه صعب جدا طيب السؤال هو بيعرف يتحرك بيعرف يتحرك بس ببهم محتاج من المعالى إن هو التعب يعني التعب بتعب مش بكويس مش ببه هين يعني ممكن حد يساعده في دولة لا لا أنا شايف إن أنت أنا شايف عشان نكون واقعيين لأنه اللي أنت بتقوله ده يا ما جاب لي ناس أمراض نفسية تمام أنا شايف إن أنت تعمل ما يلي تحاول بقدر الإمكان إن أنت تسكن في قرية قريبة وتستطيع إن أنت تساعد أخوك بقدر ما تستطيع ليه طيب؟ لأنه ده اللي تقدر تحافظ به على إن أنت هتحافظ على علاقتك بأخيك لأن أنت لو تركت زواجك من أجل أخيك وإنت في حاجة إليها لا إذا الزواج زي ما هو واضح إيه النفس الإنسانية أو أنت غير مستعد لأن أنت لو أنت كنت مستعد كنت هتتفرغ لأخيك لو كان الجواز مش منلح عليك وخلاص لكن أما وإنك أما وإنك أنت محتاج لهذا الجواز وخلاص وقعت في الحب وزي ما بقوله خلاص الحب اشتعل خلاص إنت لو تركت زواجك وتفرغت لأخيك هيتحول الخير اللي بتعمله لأخيك إلى عبء عليك ومش هتحس ساعتها بالشهامة هتحس بساعتها بأنك بقيت ضحية وأنك أنت الدبحت يبقى الصح إيه؟ إن الجامع عندنا في الفقر نقول الجامع أولى من الترجيح تحاول تجمع ما بين الاتنين تسكن في قرية قريبة من أخوك وتفعل ما تستطيع ليه؟ لأن حاجة الجواز دي حاجة ملحة فتزوج وحاول أن أنت تساعد أخوك بقدر ما تستطيع وإن شاء الله ربنا يوفقك إلى ده ويساعدك وما فيش مانع أن أنت تتناوب أنت وإخواتك على أنك أنت تعمله جدول بعيد عن فكرة أن ده صعب أو مصعب بلاش فكرة التحال بإما أو واضح يا سيد علي؟ تمام أفندم بس هو يعني السكن في الجيزة والجواز هيبقى في السعيد في سهاب أنا أعمل إيه؟ ما أنا بقول لحضرتك أنت حاول بقدر الإمكان أن تسعى إلى التحسين حتى لو أنك أنت ساعت أن أخوك يبقى في مكان قريب من المكان اللي أنت فيه ده هيكون أفضل وهل نقله إلى المكان اللي أنت ممكن تهتم به هيكون ده من أعمال الخير اللي أنت ممكن تعملها أو ممكن يساعده حد إن هو يبقى فيها لكن مسألة أن أنا أسيب الجواز وأعد أتفرغ لأخويا بهذه الطريقة على ما تعودت عليه ستفسد حال الاثنين أنت بعد كده الدوة هيتحاول إلى عبق عليك أنا ما بقول لكش تخلى عن أخيك لكن بقول لك أن أنتوا تديروا الكلام ده وما تعتبرش أن أنت لوحدك المسؤول لو فيه إخوات تانين لو سمحتم وزعوا ده عليكم ونعمل جدوى المحترم يتوزع علينا الأمر ده عشان نحقق المصالح الأكبر إن شاء الله نعم أستاذ دعاء تتفضل سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بإيه حدرتك عامل إيه بفضل ونعم الحمد لله يا رب إليه بس حدرتك يا رب ونجو متوفي بقالي سبع سنين نعم الله يلحمه ربنا يجعله في سح الجنات يا رب يا رب الله مأمين أنا بحب أن أزوره إيه يعني جمع أغم على كده يعني طيب فهل هو بيشكني كده يعني طيب حاضر أقول لحضرتك علي في سؤال تاني يا أستاذ دعاء عليك شونا أستاذ قلت لمنكم اتفضلي يعني إيه حكم اللي عامل يخد يعني حقنا يعني إيه حكم يعني إيه بس الحق ده ثابت يا دعاء آه يا فنكم ثابت آه يعني 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 إعلام الوراثة طالع أن أنتم مستحقيين لده وهو منع أنه يديكم حقكم في المراس طيب أقول لحضرتك ده أول حاجة نعم الله سبحانه وتعالى يوصل للمتوفة زيارته ويجعله يأتنس بزيارة من يزوره ويجعله إن شاء الله يصل إليه دوت ودوت كرامة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كرامة لهذه الأمة أن ربنا كشف لنا هذه الحقيقة أن رسول الله سلم تكلم مع الذين دفنوا في قليب بد وأخبرهم بأنهم يسمعوا ولذلك إحنا ما يكون من العبس إن إحنا لما نمر على المقابر نسلم عليهم إذا ما كانوش هو بيصل سلامنا إليهم ولذلك كان من السنة إذا مرن على المقابر أن نسلم على أهل المقابر وكأننا نطلب لهم السلام لما نقول السلام عليكم دارة قوم إحنا كده بنطلب من الله سبحانه وتعالى أن يسلمهم في قبورهم ونلقي عليهم السلام كمان ليأتنسوا فدلت كل هذه النصوص الشرعية إن من في القبور يشعرون بي من يزورهم ولذلك هذه الزيارة تؤنس من في القبور فيحس بيكي آه يحس بيكي وربنا يوصله دعاك وكلامك وقرأتك إن شاء الله توصل وتكون إن شاء الله بركة ونور عليه أما مسألة بقى منع البنات من الميراث فدي كبيرة وده أكل الأموال للناس بالباطل وأنا بكلم عما حضرتك بقول له يعني هذه الأموال لهيب وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن قطعت له حق أخيه فقد قطعت له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها فرد أموال ولد أخوك عشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في صحيتك ويفضل كمان ودي ولد أخوك باقي ليك باقيا عشان أنت تحس ببركة ما أعطاك الله من رزق ومن مال وكمان هم يحسوا كمان بأهمية وجودك في حياتهم ويفضلوا كمان هم لك على البر فعشان كده لو سمحت مش لو سمحت وهو واجب عليك وإذا لم تفعل هذا فلا تسأل أحدا ولا تعطب على أحد إذا وجدت البرقة قلت وإذا وجدت الأمور تعسرت أعيد البرقة إلى مالك وإلى حياتك بأن ترد الحق لأهله وإلا فهي وجع ونار في الدنيا ونار في الآخرة نعم مين؟ أستاذ ناصر يتفضل بسرعة يا أستاذ ناصر لو تكرمت تفضل عليكم السلامة وإلا حضاكاته أستاذ ناصر زيك عم الشيخ فاضل ونعمة الحمد لله نعم معلش حديك ممكن توطي التلفزيون من سمعك وبسرعة لا سمحت مشكلة ما بين البنات والأداء والأخواتي يعني البنات مشكلة ما بين البنات والأولئة أه أخواتي 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 وبعدين إيه اللي حصل الصوت مش مشوش خالص أنتو لو سمعينه ممكن تقولولي بيقول إيه دلوقتي أنت بتقول في مشكلة ما بينك وبين الأخوات وبعدين دا لو فيش مشكلة داني والأخواتي يوم لو في مشكلة مع البنات ولا حاجة عشان أنا أتدخل ولا حاجة عشان أنا حاجة مش مصردهاش مصرد معي مشكلة وتباية نعنى ممكن لو سمحت يا أستاذ ناصر حاولت تتصل بينا تاني لأنه وفي الحقيقة الصوت مش واضح خالص أنا بحاول بقدر إمكانه أنا كل اللي سمعته أن في مشاكل ما بين الإخوات وكأنك بتسأل أتدخل في هذه المشاكل أو لا إذا كنت قادر على دا وقادر تصلح ما بينهم توكل على الله لأن دا وتمقتضى أن الرسول الله صنم قال الدين النصيحة لكن إذا ما كنتش قادر وإن أنت لو دخلت عتسمع أسرار وعتسمع كلام يغر صدرك أو يسيء إليهم وإنت مش تقدر تعمل حاجة ليس من الأحسن أن تتدخل ولكن من الأحسن أن أنت تجعل الكلام بينهم أنهم يتقوا الله في بعض وأنهم يحسنوا إلى بعض وأنهم يصلوا للرحم وأنهم كمان الأخوة ديت كنز من الله ونعمة من الله لا يفرط فيها حكيم ولكن من الحكمة أن نحافظ على أخوتنا لأنها من من الله ونعمة والله سبحانه وتعالى يقول ولئن شكرتم لأزيد أنكم إلا يشكر نعمة الأخوة ربنا سبحانه وتعالى يجعله على منابر من نور يوم القيام يا سادة احنا تكلمنا وفتحنا ملف حساس النهاردة وكان مهم أن احنا نفتحه ملف كبير جدا جدا بنخرج به من مفهوم الإدمان من المفهوم الضيق للإدمان اللي هو إدمان المخدر إلى إدمانات أخرى منها إدمانات بتستهلك قيم الإنسان وبتؤذي الإنسان بس عشان نعرف أنه لما حد في الأسرة بيكون معرض لخطر الأسرة كلها لابد أن تتكاتف معه لابد أن احنا ندعم أولادنا في إدمانهم للعادة السرية ونساعدهم ونحسسهم باحترامهم ونحسسهم بقيمتهم ونحسسهم أن احنا داعمين ليهم ونملأ حياتهم ونمرأ بنعمل حياتهم بكل الأنشطة وكمان نركز على تطوير قدرتهم المركزية وتطوير مهارتهم عشان يحسوا بأن السعادة لها أسباب كتيرة زي التطوع وزي خير الناس وزي علاقتهم بعائلتهم كل دا هيفتح لهم باب من أبواب أن يعرفوا أن السعادة معنا مش لزة وساعتها هيدركوا قد إيه هم مكرمين من الله وقد إيه هم في مدد الله يارب ألهمنا أن نساعد أولادنا على أنهم يتخلصوا من كل عبائهم في حياتهم عشان يبقوا مستقبلهم ومستقبلنا كمان منور وكمان مليان بالرحمة والخير والجمال يا جميل جمّل حياتنا بالتوفيق والسداد يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين